مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في حصتكم خفيف وضريف خفيف وضريف كل مرة أجيب لكم كيفية خفيفة وضريفة اليوم إن شاء الله رح نعملوا مابات قراتان الجزر ولا قراتان الزرودية لهذا القراتان قم قلت لكم خفيف ما يطلبش بزاف المقادير وسهل باش تعملوا في بيوتكم إن شاء الله تكونوا تبعتوني ولا تبعوني خطوة بخطوة باش تحضروا هاد القراتان وتنشحوا في تحضير متاعه تفضلوا معنا نروحوا مباشرة المقادير تاع هاد القراتان هنا عدنا كمية تعزرودية بعد ما تنقيوها تخطعوها دوائر تفوروها بشوية تعلق الملح تخلوها تفور من بعد تأخذوا مقلة تحطوا فيها شوية زبدة وتقليوها بشوية زبدة وشوية مع النوس وحتى تحصلوا على هاتي عندنا خمس حبات بيض حوالي 150 جرام تاع الجبل المبشور وعندنا كمية تعزبدة باش ندهنوا القالة بتاعنا ليتخل للفرن عندنا 100 جرام جمل أبيض وعندنا كس صغير تاع القشدة لتكون سائلة هذا بالنسبة للمقادير نروحوا مباشرة طريقة تحضير تاع هات القراتان لقلت لكم خفيف وضريف وإن شاء الله ستحضروا في بيوتكم ويعجبكم ويعجب العيلة تاعكم رح ناخذ هنا إينا يكون شوية غامق أولا هنا تكلمنا في بداية الحلقة على الزرودية تاعنا قلنا بعد ما تقشروها تقطعوها دوائر تفوروها بشوية تاع الملح من بعد تأخذو مقلة تقليوها بشوية زبدة وشوية مع النوس حتى تحصلوا على هاد النتيجة نروحوا قلنا نحضروا الكريمة اللي تلافق هاد اللي نطيبوا فيها هاد القراتان عندنا هنا هنا كمية تاع جمل أبيض قشدة وبيض رح ناخذ هنا القطعة تاع الجمل الأبيض رح نحطها هنا رح نضيف هنا القشدة قلنا كاس صغيرة تاع القشدة رح نزيد هنا قلنا عندنا خمس حبات بيت رح ننخلط بالحبة رح نكمل خمس حبات بيت قلنا عندنا هنا خمس حبات بيت هاكتا نزيد نكملوا كمية تاع البيض رح نظيف هذا نزيد الحبة الخرانية نكسره بالحبة ونخلطه حتى نكمله كامل كمية البيض قولنا عدنا خمسة حبات البيض نعود لكم بالخفر لكم مقادير قولنا عدنا حوالي مئة جرام بتاع الجمل الابيض وعدنا كاس صغير بتاع القشدة وعدنا خمسة حبات البيض نحصلوا على هاد الكريمة رح نحيه هادو رح ناخذ هاد القالب اللي يدخل للفن ولا صحن لسبيسيال ولا خاصة للقراتان رح نضع شوية زبدة وندهن هاد القالب تاعنا كيفية سهلة وسهلة وسريعة باش تحضرها رح نحط هنا هاد الزرودية اللي كنت فهمتكم كيفاش تحضرها هاكذا ورح نحط لها هاد الخليط اللي قولنا حضرناه قولنا جمل أبيض قشدة وبيض هاكذا ورح نحط لها في الاخير كمية تاع الجبن المبشور لحيطيها بنا مشاهدنا الكرام هاد هو القراتان تاعنا كما كنتوا تبعتوني كيفية سهلة خفيفة وضريفة مبقى لي غير ندخل هاد القراتان تاعنا للفن على درجة حرارة مدت خمسة وعشرين قولنا عشرين حتى خمسة وعشرين دقيقة يعني رح هاد الكريمة اللي حضرناها رح تنشف تشد روحها وهذا الفروماج ولها الجبل المبشور رح يدوب ونخرجوا ويكون قراتان تاعنا حاضر ووجه تابعوني نروحوا للفرن مشاهدنا الكرام كما قلت لكم رح نخلي قراتان تاعي مدت عشرين حتى خمسة وعشرين دقيقة على درجة حرارة مية وثمانين درجة ويكون قراتان تاعنا ووجه خليكم فاصل قصير ونعود نوليو ويكون قراتان تاعنا حاضر ووجه مشاهدنا الكرام قراتان تاعنا رحو حاضر ووجه هاهو أمامكم خضال لون الذهابي هاوليك وراح لخليه يبرد شوية باش نقدر نقطع هاد القراتان تاعنا مشاهدنا الكرام ان شاء الله تكونوا تبعتوني خطوة بخطوة وان شاء الله خليتوا هاد الكيفية تحضروها في بيوتكم وتمتحوا في تحضير بتاعها ما بقى الليغين تقول لكم يعطيكم صحة الليكنتوا معنا أو فيها في حساتكم خفيف وضريف المزيد من مزيد من الكيفيات الليكونوا خفاف وضرف السلام